اجتمع سعالة الدكتور عبدالطي بن راشد الزياني وزير الخارجية في واشنطن مع معالي السيدة نانسي بيلوسي عضو مجلس النواب الأمريكي الرئيس السابق للمجلس جاء ذلك على همش زيارة وزير الخارجية لواشنطن للمشاركة في قمة حلف شمال الأطلسي تم خلال الاجتماع بحث علاقات الشراكة الاستراتيجية الوطيدة التي تربط بين البلدين الصديقين وما يجمع بينهما من تعاون مشترك في مختلف المجلات السياسية والأمنية والاقتصادية والاستثمارية والتنموية وسبل تنميتها والارتقاء بها إلى مستويات أكثر شمولا خدمة للمصالح والأهداف المشتركة في إطار الاتفاقية الشاملة للتكامل الأمني والازدهار سي سيبا كما بحث الجانبان تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط ومسجدات الحرب في قطاع غزة والجهود العربية والدولية التي تبذل من أجل التواصل إلى وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين وإصال المساعدات الإنسانية والإغاثية لسكان المدنيين بالإضافة إلى القضايا المتعلقة بتهديدات الأمن والاستقرار الإقليمي واستعرض الجانبان نتائج القمة العربية التي عقدت في مملكة البحرين في 16 مايو الماضي والمبادرات التي اعتمدتها القمة وسبل دعم الجهود المتعلقة بتنفيذ مبادرات مملكة البحرين لعقد مؤتمر دولي للسلام لحل القضية الفلسطينية وفق حل الدولتين ومسندة جهود الاعتراف بعضويتها الكاملة في الأمم المتحدة وتوفير الخدمات التعليمية والصحية للمتضررين من الصراعات والنزاعات في المنطقة بالتعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية حضر الاجتماع معالي شيخ عبدالله بن راشد الخليفة سفير مملكة البحرين لدى الولايات المتحدة الأمريكية والسفير الشيخ عبدالله بن علي الخليفة مدير عام العلاقات الثنائية بوزارة الخارجية والسفير سعيد عبدالخالق سعيد رئيس قطاع التنسيق والمتابعة